موسيقى 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 يعدة المقاطعة تحت جزم عن كل لوحوا ويجب أن يُجرون نقوم بالربع لن يحتفظ أحياناً نبني كذا مرة ونعمل مضمار على أراضينا وتكون القولي بروجيكت من الفيفا يوقفوا نخسر القولي بروجيكت وما نعمل وطبعاً الشواهد على ذلك كما قلت لا تحصى ولكن الآن كان من ذلك صار قصر لبعض المشاهد الرياضية صار اغتيال لبعض اللاعبين يعني مرة اللاعبين طالعين بزيهم من رياضي باب الجرعة تدريبية بجنب الملعب طخوهم في ركبهم أعتقد هذه القصة كمان وأولجوا مشكورين الأردنيين الأمين عليه وأخذهم وعالجواهم في الأردن قصة معروفة لللاعبين هذولا كمان مرة اغتالوا واحد لاعب أثناء التدريب فاقتحموا الملعب في اللعبة للغراس روتس ولما راجعوهم قلت بقول لك الظابط اللي شاف الموضوع ما قدر يستوعب انه الفلسطينيين يلعب ويشو فلسطيني بلعب فادخل جيش بسلاح وا 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 الاخ طبعا هما سلوكم يعبر عن سياسي ممنهجي القائم على نفي فلسطين أرضا وشعبا وتاريخا ومقدسات من الخرطة السياسية ولكن هو في موضوع الرياضة وفي موضوع الشباب يحتل إرادتنا وبدو أي شيء نعمله ونمارسه بمقاسه ووفق مصلحته على أي حال احنا معركتنا وإياهم في هذا المجال المفتوحة احنا رحنا للفيفا وطبعا حصل هناك يعني جولات والآن في ستة وسبعة أربعة ثلاثة في محكمة الكاس رح تفصل بيننا وبينهم في قضية غير قضية الحركة لأن قضية الحركة في تشكلة لجنة واللجنة حتى الآن أعتقد لم تقوم بواجبة كما يجب ولكن ظهر عندنا خرق لقوانين الفيفا لقوانين وشرعية المجتمع الدولي وحتى لحقوق الإنسان أنه مستوري على أراض الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة يقوم بعمل فيها ملاعب وبالعب فيها تلعب فيها فرق يعني هذه العندي والفرقية تزوء من الاتحاد الرسمي الإسرائيلي وبتأخذ تمويل وبتأخذ مساعدات من الفيفا أو من الويفا وبتعمل نشاط رياضي خارج الحدود المعترف فيها دوليا لإسرائيل في مناطق الفلسطينيين ولكن للأسف رئيس الفيفا طبعا وهذا بالسر وفيما بعد لم يمكنه اتصل فيه نتنياو ونحن في البحرين قال له بتسكن الموضوع وأتسكن على الموضوع ونحن رحنا للكاس وأعتقد أن الكاس ستحسن في هذا الشهر هذا بالنسبة للتحدي الأراضي ونحن عندنا يقسر وعندنا فتح وعندنا حماس وعندنا غزة وعندنا فشتات وهذا الموضوع احنا حلنا بأنه انتفقنا كل القوى السياسية الرياضة لا علاقة لها بالسياسة الرياضة تدار بتم تطويرها بتم نشرها بعيدا عن الانتماءات والتجاذبات السياسية وفي هذا الموضوع انا اعتقد احنا انجه التحدي الثالث اللي العلاقة ما كان فيه تخطيط استراتيجي بالمعنى المطلوب والمأمول عنف عشاق اللعبية وعند البماس اللعبية وهي احنا حاولنا ويحاول وانا اعتقد ان الدكتور كوسام ومجموعة الكثيرين من دولنا العربية الشقيقة اكثر من مراجوا يساعدونا وما زالوا يساعدونا وطورنا احنا خطة استراتيجية واللي يعني ما توصلنا او ما وصلنا اله يعني احنا صار في عنا اليوم خط انتاج جدي للاعب منافس وصار في عنا كمان خط انتاج جدي لمدرب مراقب مباراة حكم اداري مقيم ولكن حتى الان في هناك بعض القطاعات اللي احنا في عنا ثغرة فيها واللي انا برأيه موضوع الإعلام وموضوع الماركتينج حتى الان يمكن في عنا مشكلة في هذا الموضوع بناء المنشآت كل محافظة عنا صار فيها استاد اللي بقدروا ينظموا فيه المطولات الرسمية في عنا ثلاث استادات معترف فيها دوليا ونقدر احنا نستطيع فيها مباريات رسمية والموضوع اللي العلاقة بالقوانين والأنظمة واللواح ايضا احنا طورنا بنحاول نطور وانا بتمنى فعلا انه يعني تشاعدونا مرة هيك برشة عمل تساعدونا لانو هذا بظل مجال مفتوح ولكن كمان اذا بدك تحاكم الامور بنتائجها انا بعتقد اننا قطعنا شوط كبير انا لما اتكلفت بهذه المسؤولية طبعا ناس مسؤول عن الوزارة وعن اللجنة المبية وعن اتحاد الكورة وعن الحركة الكشفية يعني انا رئيس كل شيء اذا في هدف بعد اعتراض اي مشكلة عربي عربي لا لا بس احنا عندنا قوة سياسية هذا بيجمع الفصائل يعني انا منتخب من كل الفصائل فتح وحماس وشعبية واللي بدك اياه لانه فعلا انا ادرت هذا الموضوع بقيم وطنية اخلاقية مهنية لا بقى جندة شخصية ولا بقى جندة فصائلية ولا بقى جندة جهوية فبهاي الروح انا اشكلت قاسم مشترك وانا مقتنع بالموضوع وبديش اقول لكم يعني اه انا فعلا لما الاخ ابو مازل طلب مني قلت له انا جاهز على قاعدة ان تدار العملية الرياضية بعيدا عن التبعية الفلسانية قلب واحد و في ذلك الوقت ما كانش اعمدنا ولا مدرب بقدر يرافق منتخبنا وما كانش وما كانش وكان ترتيبنا بالفيفا 179 في 1-2009 احنا كانت ترتيبنا بالفيفا 179 احنا اليوم ترتيبنا بالفيفا 75 اسرائيل ترتيبها 99 واجهنا جنونهم كيف هم بتراجعوا كيف هؤلاء احنا كمان اليوم في عنا مدربين وطنيين مؤهلين ذكورا وإناثا بالمناسبة انا عملت وفسعت مجال للتطاع النسوي والذكوري انهم يمارسوا اللعبة واعتقد ان احنا في هذا الموضوع متقدمين عندنا برضو منتخبنا الأولمبي قطع شوق منظومة الدوري والمسابقات لكل الفئات العمري ذكورا وإناثا موجودة وكما قلت يعني في عنا برضو كادر فني طبعا كان في عنا مشكلة انه في عمقنا العربي والإسلامي الكل متعاطف معنا احسسوا انه تحت الاحتلال بس انه يعني وجود كيان برياضي كيان بمعنى انه احنا في ندية وفيه كذا حتى البعض كان فكرنا كيسرامل على الشصمون طحونا الثلاث نقاط من روح فبردو عاني شوية ولكن بعض الأطراف العربية حقيقة ونفوا معنا بقوة وإحنا في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي الإجان الأولمبية العربية الإجان الأولمبية الإسلاميين احنا صرنا عدو ونحق للتصويت عدو كامل عدوية ويعني تكريم لفلسطين انه احنا عدو دائم لا يخضع له وهذا كالشيء كثير منه طبعا صار فيه احتكاكات ما بيننا وبين أطراف عربية على أرض فلسطين احنا احنا تعتقد انه اهم نجازع منها غير انه صار فيه عندنا منظومة انه كمان احنا الملعب البيت تبعنا اعترف فيه وطورنا المنظومة حتى انها تستقبل وتستضيف واحنا بنشوف انه هذا الملعب البيتي يعني هو احد السمات الهوية والدولي وان شاء الله طبعا احنا يعني اكيد مش متوقف عن هذا الموضوع لانه احنا طموحنا اكثر من هيك اه فيما يخص بقية الالعاب برضو استيل فيها لنا يمكن نفسي مشكلة ولكن انا اتوقع انه يعني سنت العشرين احنا يكون في عندنا منظومة للالعاب الفردية والجماعية منظومة قادرة على انه هي تنتج لاعب في الدي قادر ينافس مش انشارك فقط بهدف المشاركي وانا برأيي انه كمان احنا يعني نسجنا اعلاقها مع كل الاطراف العربية لان احنا كمان مدخلنا وعمقنا والحاضنة تبعنا والبيئة اللي احنا بنقدر ننطور ونطور كمان وضعنا وعمقنا العربي لا في حالة كثير مريحة وايجابية من معظم الدول العربية ويعني حتى يمكن قبل سنتين اللي عندنا معكواننا الجزائريين فكل الشعب كان معانا ضد منتخب مختلف الجزائريين مش سهل انهم يكونوا زيين ولكن فالانت كان تسعين الف تسعين الف يهدوا لفلسطين وقالونا فلسطين ممنوع تنغلب حتى في الجزائر ونذبحوا اذا تغلبوا فلسطين وفعلا انتهت المباراة بفوز فلسطين واحد سفر عن الجزائر بصراحة انا لما اسجلوا لجماعتنا استحيت وضعت قاعدة الكرسي كان 16 وزير كلهم وقفوا وصفقوا لفلسطين وكذا والآخرين وبعتقد انه كمان في سبعة وعشرين راحين لنا بحلويا بس المرر ان شاء الله بغلبونا عشان تكونوا عادوا فأنا رأيي انه البيئة الاقليمية بيئة ايجابية بيئة مساعدة واحنا كمان نسعى لاستقلالها بما يضمن انه احنا نكرس الكيان الوطني الرياضي الفلسطيني كعنصر واجب الوجود فيه منظوع مثل العمل الوطني هذا يمكن مجمل التحديات واللي الشي اللي وصلنا له طبعا اكيد عندكم السيني فأنا اوقف حد الهو هو اعرف ان تكون نحكي بالسياسة كمان انا ما عنديش مشكلة بالسياسة لان السفير وصالي مرة قال لي ممنع تحكي بالسياسة بس ممكن مردش عليه بالمناسبة شكرا للكو الله أعطيكم العافية شكرا جزيلا شكرا للمشاهدة حقا قبل ان نفتح الاسئلة لان اريد ان يقول لكم في الكلمات مهما يتكلم يعني معالي اللواء ومهما يتكلمون الفلسطينيين عن المعانات اللي موجودة بداخل فلسطين يمكن نحنا منقدر نأخذ من عدها من الخارج غير عشرة بالمئة فقط اللي يزور فلسطين ونشوف معاناتهم بالداخل هو يعرف ما هي قيمة المعانات أنا أقول الله يعينهم يعني فعلا تحديات كبيرة وهي الإنجازات الرياضية اللي يدي سووها يعني هما أنا أقول خارقين ثلاث مرات عن أي منتخب عربي أو أجنبي آخر فارك الله بك معالي اللواء أبو رامي وفعلا نسك الرياضة الفلسطينية وارتقى بها الأعلى وشكل لجنة الحمد لله اللي فخر عضو لجنة لجنة التطوير الرياضة الفلسطينية ورأيك 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 أنا رشحت اسمه على المنشطات ويعني شكلنا في التيم وإن شاء الله نرتقي بالرياضة الفلسطينية وإحنا نشكرك شكرا جزيلا واللي إذا أعطنا أي سؤال أو خذوه مهالي الوزير أهل من حضرتك محمد صعداء موجود سانتك معنا وذكرت كل شيء في مصنوخة غياضة الفلسطينية مع هذا جوز واحد بس وأقصد به المنشطات يعني مفيش عندكو كيان قائم لنقفة المنشطات وإحنا على السعادات لو حضرتك حد تتقونا إن إحنا نساعدكم في إنشاء هذا الكيان ونبدوكم بكل خبراتنا وطبعا كنون ملتفقين مع بطلوسان الحقيقة على إن إحنا نكون موجودين برضو في عمليات دوعية وندوات خارج إنشاء كيان المنشط شكرا جزيلا يعني أولا أنا من المؤمنين بإنه أكبر عدو للرياضة والرياضيين موضوع المنشطات وفعلنا إتحاد لمكافحة المنشطات بترأسه الدكتور سبع كوكش وهو على علاقة طيبة مع الدكتور من باز من السعودي وهو الرجل الفاضل وهو المتبني للحالة الفلسطينية ويساعد في تطويرها ولكن أرجو وأدعوك والتذاكر على حسابنا والإقامة على حسابنا وأخذ لك دلال ماشي حط في أي دول العرب تذكرتين أنا والأمور السواركم معكم كمان كوز بس تعال تعال وعمل ورشة عمل وإحكي وكذا وا 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 شاهد وأنا بقول لك زي ما ترم برنسبن أنا نووي في عندنا لاعب عمل جاب ذهبي والألعاب الفردية والألعاب الفردية طبعهم بناء الأمسام أنا كنت خارج الوطن فاحتفلوا الفلسطينيين واحتفهم كذا وصاروا يتصوا فيه شو كذا كذا أنا أروح على البلد سبت رئيس الاتحاد وقلت له أخذها بجذاء وقلت لي بصراحة لا وقلت له قال لي هيك هيك وقلت له بتروح تسعبها منه فاهم على الكيف وبترجعها وأنا لن أقبل بذلك وأنا بقول لك هذا قناعتي وهي ثقاتي الرياضة أخلاق ويقول لي ما عندهوش أخلاق لا يستحق أن مثل قضية مقدسة يعني تقول العرب والمسلمين والمسيحيين العقال ليش كل المسيحيين طبعا وهي زماعة سبيب هذا موضوع بالنسبة لي أنا محسوم أنا بقول لك لأن منتخبنا الوطني وهو عمل إنجازات كابتن هذاك اليوم صار احتكاك وجسمانيا يعني مع لاعب ثاني قلت للمدرب يضطرد من المنطقة وأقول لك إن كنت تلت نباع الفلسطينيين بقول لك بسرش الجنرال يعمليك لحب قلت له إذن بمارس العنف بحق لاعب لا يمكن أن يبقى في مهتخباتنا فأنا أتمنى بالعكس أعلم أما في عندنا أسحنا ببرنوين أستعلم مساعدتكم نحن نريد مساعدتكم وبدنا إمكانياتكم وبدنا خبرتكم وأنا أتمنى أن يوالي تستمعون بنا صدقني شكرا جزيلا شكرا جزيلا مع علي للأمانة وجودك بيننا بيننا في لندن ويسراء وإنه أغناء الحديث عن فلسطين مستحيل يكون حديث عن أي شيء آخر لأن فلسطين في دم وقل كل عرب وأي إنجاز يتحقق في فلسطين هو أكبر من أي إنجاز ممكن أن يحقق أي بلد عربي لأن فلسطين إلها مكانتها وإلها خصوصيتها هذا الشيء هو اللي يخلينا في لحظة معينة لن نتعاطف مع فلسطين وإنما نتحد معهم لكي يتقدموا بالشكل اللي يصبحون هم رقم واحد لأن فلسطين شيء يختلف عن الآخر دعوتك لوفد المشاركة لحضور إلى فلسطين هي بحذاتها هو تحدي كبير أنا أتمنى أن أكون على أرض فلسطين ليس فقط لإسناد ودعم وإنما لأكون بين أهلي وبين ناسنا لأن أهل فلسطين هم أهل النضال أهل التحدي حتى الرياضة مثل ما قلت أنت هي سياسة هي أكبر من سياسة هي نضال وتحدي ومقاومة المحتل على طول هذه الفترة شكرا جزيلا لنا حضرتك أنا خلينا أكون شوية براكتك فاهم عليه في عندنا كمان طرف عربي إخواننا الكويتيين بتعرف كان عندهم مشكلة في موضوع الفيفا وكذا ورفعوا عنهم فقبل يومين إجتنا رسالة منهم هم حابين يجوا يلعبوا عندنا بساة عاش ثلاثة ولكن لكن لا لا نستطيع هنا لأننا ملتزمين في 22-3 نلعب مباراة وردية مع البحرين وفي 27-3 نلعب مباراة تصفية كأس ومم آسية مع أخواننا في عمان فطرحنا عليهم إنها تكون في 14-5 في 14-5 ذكرى النكبي وكذا وإنها فأهم الآن الحوار بينهم وبين الأمين العام الأمين العام في الاتحادية أنه سيأتي بين 10 إلى 14-5 نلعب مباراة ما هي التاريخ اليوم 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 16 2 مزبوط نعم يعني أتيش أمامنا تسين طب ما رأيكم وأنا بأقولكم هاي مباراة يعني إخواننا الكويتيين هم المصرين إنها بدأت تصير وتتصير على أرض فلسطين ما رأيكم أنتوا على هامش اللقاء هذا أنا بأدعكم تعالوا رتبوا هاي دكتور بودي لي كشف من واحد لألف نيح وأهلا وسهلا وأنا متأكد راح تنبسطوا ومع وجود إخواننا الكويتين وأنا أتوقع أنه وزير الشباب والرياضة الكويتي كمان يكون لأنه كان عندنا قبل أسبوع ويعني هو كان يعني كثير متأثر فخلوا أعتبروها وأنا فعلا يعني خلينا نبدأ نشتغل وتوصلنا للكشوف بالأسماء ومن وين وكذا وإلى آخره وإننا طبعا بالنسبة للكممتاشنز هناك هتكونوا عند أهلك وربعكم وإذا في مشكلة عند حدقون برضى برضى أقول لك تعالوا ألعب بعد ما الله بنحب وكل واحد فينا يعني بس أنا أحب الناس تي جاندي يجوا على فلسطين لأنه أنا لما بجيني واحد كويتي ولا واحد سعودي ولا واحد مصري هو بيحمل ثلاث رسالة الرسالة الأولة بقول لفلسطينية أنت مش لحالك أنه أنا أخوك أنا معك والرسالة الثانية لهذا الاحتلال أنه أنت عدوي وعدوم والرسالة الثالثة للمجتمع الدولي كمان أنه هاي فلسطين والدولة الفلسطينية بتها تقوم غصبا عن أبو ترامب الأولاني فمنهم صدقني اللي ما بدوش حدا يجي عنه هو الاحتلال ما بدو حدا يجي ما بدو حدا يشوف جرائمهم فتبلور صورة رمطية قال لي اللي بالروح على فلسطين هتطبيع مع الاحتلال هاي 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 يعني وانا لو طلعت وجيت على وعشت في مخيم الوحدات ولا في مخيم عين الحلوي ولا في الياموك يعني 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 أحسن يا سيد هاي وقيمة فلسطين أنه حتى الآن في فلسطين التاريخية في ست ومص مليون فلسطيني مش إنه هاي لوالي اسكندلونا فيه حدا بنكل إنه مش عربي طبيع ما يراح مضبط لله ونستو الناس بس لأنه إحنا ما زلنا موجودين القدس فيها ثلاثمئة وخمسين ألف مسلم ومسيحي فمن أول أنا بتقديري يعني 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 وإحنا موضوع أن أحد يجي عندنا صدقوني بنشوفه يعني بالنسبة نعيد فتعالوا على شرف اللقاء نعم أول لازم لك نافح أول خلاص أنا أرجوك أنا أقول لك أرجوك تعمل أنت ويبسايت من يرغب أن يأتي إلى فلسطين ويجيب لي ألف واحد إيش رايب وإذا أكثر كمان ما لدينا مشكلة وإذا ما وسعتكوا قلوبنا بتسعكم بيون أو العكس شكرا حقيقة أنا سعدات جدا بلقاءك نحلي الليواء وتأكيد على الكلام أنا أحب أبرامي أنا أحب أبرامي بصراحة التأكيد على الكلام الذي حضرتك نحن بشهر 12 كان عندنا بطولة العالم برياضات بوت رميل في مينستر إلى روسيا كان هناك فريق فلسطيني يشارك يسمى فلسطيني صغير وحقيقة كان إذا ترى وقت الشباب العرب كان كل فريق كانوا ثلاث لعبين حققوا دابتان وميدالية برونزي وميدالية خضية خلال بطولة العالم بين 30 دولة كان يوقفوا الشباب في العرب هذا تأكيد على كلام فلسطين بقلب كل الإنسان العربي بقلبنا كلنا ومن فكرة بسيطة كانت بشهر خمسة كانت بطولة العربية بباروخ بمشاركة 15 دولة فلسطين عملت المركز الثاني في هذه البطولة بطولة بطولة عربي بفلسطين ومتحمسين جداً للشباب أنهم يكون لهم الدار ويشاركوا بكل المحافل وخصوصاً بطولة العالم القادمة إن شاء الله ستكون في جزيلة رودس باليونان وبشارة ثلاثة في بطولة القرار بشارم الشيخ بمصر فأنا تمنى دعمك لهذا الأخوة ونحن مشامل دعم ماشي أنا خلاص نحن شكر الله بالنسبة هذا واجب عليك وأنا بالاسم الاتحادين يعني هذا كسام بسيط للاتحاد الدولي ستسمحونا بالاسم الثاني تعالوا صووا ولا التلفون دكتور قصاص أي واحد يصوى كله التلفزح متحدداً الجميل مرد حتى ضعراق لا أبلغ وكان مش طفل اشتركوا في القناة يعني معالي لواء من الطائرة معالي لواء من الطائرة طبعاً حسنًا؟ لعدى طولة من إيطاليا تتكلم معك هل يمكنك تتكلم في القناة؟ نعم، نعم، نعم نعم، نعم، نعم أنا طولة شكراً 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 المشكلة في هذا الموقع. نا نحن لدينا مدد ودينا مضوحة في سياً ويوجد من المشكلة على المشكلة لعظم المعاركة لا يتكلم على المشكلة على المشكلة وأنا أضافتك للعائد على المشكلة على المشكلة ترجمة نانسي قنقر 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 ثم من هنا قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ذلك ترجمة نانسي قنقر ولكن في حالة ذلك، هذا ما نحن نحن. ونحن نحن لا يوجد أخرى. شكراً لكم ومعرفة عملتك وكلماتك. نحن نتعلم أن يكون الجزيز للمرة الثانية والثالثة والرابعة أصدقاء السفر ويجعنا إلى تخجينك كثيراً علينا أن أتفعل أن نحن صحاب قضية ويجعلنا هذا قضيتنا ونحن صحابها ونحن المحمين تبعها أولاً، أشكرك، أنت وزوجتك وجدتوا على فلسطين مساعدتنا وأدى جزء من المنظومة التي تعمل على تطوير الرياضة في فلسطين وذانياً إننا كنت عطيتنا هاي الفرصة إنه إحنا نتشرفون يجي نحكي عن معاناة فلسطين ومعاناة الشعب الفلسطيني وصدقوني تعالوا تعالوا راح تستمتعوا كل فلسطيني حكايي كل فلسطيني يعني صدقوني البعض بنكتب كتب عن مهازيهم وعن مهاثرهم ومعاناتهم ولكن أنا مرة ثانية آمل أن يكون أحد مخرجات هذا اللقاء إنه نشوفكم وكلكم واللي بتحبوهم وقرأيبكم ومعارفكم واللي واللي وتعالوا خلينا نجعل من 14.50 تظاهرة رياضية عربية من أكاديميين ومن رياضيين أكاديميين أنا بحكي بالقطاع الرياضي ويا سيدي حتى من مشجعين للرياضة إنهم يجوا جسدوا حبهم واحترامهم وتقديرهم في 14.50 اللي هو ذكرى نكبتنا ذكرى إقامة هذا الكيان الدخيل تعالوا خلينا نقول لهم مع بعض إنه ستوب 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 شكرا أبو رامي المحترم أرجو أن تشملون الفنانين أيضا بالمجيء دي الفلسطين على رأسي على رب أقول جيبوا فنانين أنا وأخي ياسي الأسدي جيبوا فنانين جيبوا صحفيين جيبوا كل مظاهر اللي لها أولاق من صحنا رب القيام تعالوا تعالوا جيبوا فرق فنانين جيبوا فرق فنانين جيبوا فرق تطفيين جيبوا تعالوا شكرا لكرامك وكرام الدكتور وعائلة الشيخ لجميع سيادة بورامي طبعا الأستاذة فوزي الشيندي فنانة عراقية قديرة وأكاديمية في كبير دكتور وسام أعرفك سيادة لها بنفسي عصام البدري رئيس المنظمة الأوروبية العربية للتبادل الفقافي يسعدني جدا هذا اللقاء معك حضرت تعرف إحنا بأوروبا يعني مو بلندن إحنا في بروكسيد عندنا لقاءات ثقافية كثيرة مع الجالية العربية ومن ضمنها كده الفلسطينية يسعدني هذا الكلام من جنابك وأنا اتفاجأت بها لذلك أصريت على دكتور وسام أن أتحدث فضروري أن يكون لقائك مع المثقفين العرب في بروكسيد وأنا مستعدة أأمن لك هذا الانتجاه لربما صورة حضرتك ربما تكون نوع من الصورة الأخرى غير هذه الصورة التي أنا شاهدتها وممكن أن نلتقي بك حتى في فلسطين أعتقد وسطة الفكرة بأن الريد نلتقي بك كمثقفين عرب ربما مقيمين ومتجنسين في أوروبا وفلسطين قريبة لقلوبنا منذ أيام طفولتنا في بغداد والعراق وتعرف مدى تعلق العراقيين وتكلمت شوي أستاذ فوزية شندي فأريد لقاء مثقفين عرب معك إن كان في بوبروكسيد أو في فلسطين حتى توضحنا هذه الصورة الجميلة التي سمعتها لأول مرة عكس التصور الآخر الذي ممكن أن نعرفه على حضرتك والجانب الرياضي الذي أسألتنا الطريق والدعوة الجميلة جدا والغالي علينا كمثقفين عرب أن نسمح هذه الدعوة من فلسطين التي نسمحها بفقافاتنا وبيحلالنا وربما ستكون حقيقة إن شاء الله عن قريب فنوعدك أن نزورنا أو نزورك إن شاء الله ونزور فلسطين إن شاء الله تحياتنا أولا شكرا بالتعرف أكيد كل الناس يحب أن يأتي بوبروكسيد والشكرات عندكم هناك لزيزي وكزردي بس أنا في سياق أردي قلت بحب الناس يأتي إلى فلسطين أنا على صعيد شخصي أنتعرف أنا ما عنديش وين أنا وشو كذا وإن مش موضوعي أنا فلسطيني وإذا يعني من حقي أنا أقول لك تاريخ حياتي بس مختصار أنا أولدت في 14-53 وعتقلت أول مرة في 13-68 قعدت أربع شهور ونصف في السجن بدون أي مبرر إلا أن أنا فلسطيني طفل قند تحبت بحركة فتح في 28-69 أتقلت كمان مرة وطلعت وأتقلت المرة الثالثة في 26-12-70 وحكمت مؤبت وظليت في السجن إلى 25-85 اتقلت في تبادل الأسرى وعيدت أعتقاله في 18-11-85 اتقلت في 29-86 أعتقلوني المرة البعدية في 28-89 وقعدت ستة وشهور وقعدت أتقلت في 13-11-87 وأعتقلت في 28-12-87 وعتقلت في 28-12-87 وقعدت في 13-88 وقعدت في الإسرائيلين على بيروت وأنا كنت في داعي لا أريد أن أقول لك ما أريد أن أقول لك ما لدي شيء اسمه يعني يا جندة شخصية الساعة بعدها صرت واشتغلنا بالسياسة واشتغلنا باللي بالدكية وانتهى فينا المطاف إلى الرياضة يعني أنا مستعد أجل من شوك وكأنه أنا جاي أدافع لأنه أنا أعتقد من الشخصيات أو من أكثر الشخصيات التي تتعرض على مدار الساعة على كاركتر السينيشير فهم معنا لسه مبسيط جدا لأنه هذا الاحتلال وطبعا فيه أطراف موقف الفلسطيني وأن الفلسطينيين تسعى أنه هي يعني تحتل إرادتنا من خلال بوبيتس أنا لما استشهد ياسر العرفات كنت أمين عام مجلس الأمن القوم ومستشهد الأمن القوم عند ياسر العرفات وأنا مضل سواء في حياته أو فيما بعض وهذه المحاولات ما زالت مستبرة طب إيش بدهم يعملون فهم بدهم يطحلوا ينظفوا يعني يعتبرون أعشاب ضر فهمين أقولهم للأسف فأنا يعني مستعد ألتقي معك وعشان أدافع عن قضية فلسطين لأنه بالتأكيد أنا إذا يعني طارح حالي رئيس بلديه في ريحة اللي أتي يستبعوني في ريحة لازم أقنعه ومختارين فيه هناك وأنا صدقني رئيس كل شيء بانتخابات ديمقراطية فالمؤتمر اللي عامل حركة الفتاح يعني واللي هو هذا الكور شايف برضو بعتقد أنا كنت من أول اثنين يعني مش من من آخر شايف فأنا مستعد أشوك وعشان أشرح لكو مش عشان أبرغ أو يعني ولكن مرة ثانية بقول لك تعالوا 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 على فلسطين شايف حسا حوار مع مثقفين ومع مفكرين والبتكية بنعمله هنا وأهلا وسهلا فيك يا سيد شكرا 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 لك سعيد كويت وغضا وغضا كل بلد فيها محبينا كوية هي من محل يمن وانتشرت إلى الجزيرة العربية تفضل طبعا أنت وزير رياضة كان لديك حارب النهي العرب ليس كويت وليس كويت الذي حاب تلعف في فلسطين أهلا يتأكد كل واحد فينا موجودين الآن أو في بلدان العربية المختلفة يتمنون لا تقرأ الدعوة أقسم لك بالله يتمنون أن يساقلوا إلى فلسطين عند أهلهم وأخوانهم حتى يشاركوهم ولكن أنت عالب النظام والأنظمة السياسية كم من أن تدخل أي إنسان تقرأ على فلسطين سواء في الدول العربية وعندها مشاكل في الفيز أو في أمن الدولة ومشاكل لكن من هذا الملتقى نحن مثل أخواني معايق المؤتمر من الآن وقلت بلغ الدكتور وسام حط أسمانك وإحنا موجودين وإنتظرح في 14-15 بالدكتور العرب كلهم يكون موجودين وهذا مهمة موسحلة ولكن من المستهيل اليوم دور عليكم ممكن أن تكون تقيم في تعريف الرياضيين والأكاديميين الرياضيين بالذات في قضية فلسطينية ورح نشاهد رح نخليها حملة لنصر فلسطين من الأكاديميين اليوم وإنشاء وإنشاء لنا اليوم فقط كيف يحدث فيه سعادة الوزن بس بدي أقول للأخوات من يأتي إلى الأراضي الفلسطينية جواز سفر لا يختم من الاحتلال بعض الحساب تجد أن تكون نحن جاء نحن نعيب الوردن يعني حتى إن عندما يأتي ضيوف عن الله يعني حتى لو نعيب عليكم كل أحد يمكن أن تكتزهم أن نحن نعيب عمان كويس فأي واحد بيجي أي حدا بيجي على مناطق السلطة طبعاً إحنا بدلا نأخذ موافقتهم نصبحوا لفوت مزبوط ولا لا نتحت احتلال التصريح بيكون صادق عن السلطة الوطنية الفلسطينية ولا يختم جواز سفر همكي الآن في بي جي في عي بي في ناس كلا مثلاً أخواناً الكويتين هذا كان اليوم أجوم وصدقني هما لأنهم انضغطوا في الوقت أخواناً الأردنيين مشكورين الله وكي لك عندهم سرب طيارات ولكمتر مع عمرهم قالوا لأي واحد جاء إلى فلسطين لا بالعكس هما بنسق وبرتهم وبطلع من عمان من مطار ماركة وبنزل في الكمباؤن تبع الرئاسي في رمالله لا بيشوف العضو الصهيوني الله يلعن أبوه العطو الصهيوني ولا بيحتي معه ولا العطو الصهيوني بيشوفه كويس فمن هون أنا بأعتقد الصورة النمطية دكتوري اللي موجودة كانت طب إحنا لسنة الألفين اللي كان بيختم على الجسر فلسطيني يعني كان فيه شرطة فلسطيني موجودة هو اللي بيختم حسب الانتباق البعض يا اختلوا بالألفين واحد اختلوا الجسر وطردوا ولكن حتى هذه اللي احنا بتعرف الكيانة الفلسطينية أما فيما يخص الرياضة يعني احنا أي واحد فيها لنا بنودي ورقة للفيفا لأنه تعرف فيه اشتباكات بنودي فأي حدا بدو يجي لا بنختم جوال سفق ولا اسمه تطبيع ولا بيشوف العدو والله يلعنه بها العدو تعالوا شوفونا احنا هيلكوا احنا في السجن انتذا بتزور أخوكل بالسجن هذا يعني أقريت بشرعية تالى السجان المجرم ابن ستة وستين كم بالصحية ولكن في ناس بدو برغذمتهم وفي ناس بالمناسبة يعني مع احترامي الشيخ القرضاوي للأسف أعطى فتوى غير صحيحة وما لا شعل قبل الإسلام وما لا شعل قبل الدين ومش صحيحة انه قالوا ترحوش تطبيع لا اللي بدوش ناس تيجي يا شيخ قرضاوي هو إسرائيل هو الاحتلال إسرائيلي مني وبتهم مش يشوفوكو هم بتهم مش يشوفوكو والله العظيم من مدامة انت كنت في في السجنة الكويت أحمد الفهد تعرف الشيخ أحمد الفهد تعرف هو أبو كسب النسبة لفلسطين هذول حكاين قسما بالله إنه إجا علدنا والله ما قدم إبلطر يأمنوا روحوا يصلي في الأقصى لأنه بدون مش هدا ييجي ولا بدون اليوم لأ الناس اللي يجي بفوت على الأقصى وبيصلي غصبا عن أبوهم هذا سؤالي أبرامي كبير مننا ما يعرف هذه الرموض طب يا أخي اعملوا أطفال ستيم يا أخي إذا اعملوا أطفال ستيم اليوم بعد ما وضعك ما أعتقد أي واحد فينا لاحقا وبعدين انتعرف اليوم فيش قيود ولا في حدود داع على المعلومات ولا 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 يا أخي وأعتبروا أبعمل شو اسم هذا بل اليوم السوشال ميديا بخمس دقائق بتكون ناشر أنت كل شيء وزي ما بقول يعني إحنا بنرتب لكم وأهلا وسهلا فيكم وأنا كمان أصر على أن يكون فيه مفكرين ومثقفين وفنانين وشعراء وغداباء وإعلاميين والي يكون 14.5 تظاهرة فعلا عربية إسلامية مسيحية وجبونا من أوروبا وكمان على أرض فلسطين وأهلا وسهلا فيكم آخر مددخلة إلا تسمحون من الجزائر من الجزائر ننطحقنا الجزائر نرحب بك سعادة معالي اللواء ونقول لك نحن الجزائريين أصالة عن نفسي وعن أقسام معاهد وكليات وجميع التربية البدنية واليبية متوجدة في الجزائر التي أعددها استرشين وبإسم وزارة شباب رياضة أننا فخور جدا بكم وبأعمالكم ونقول لكم أننا دائما مع فلسطين ظالمة أو مظلوبة سؤالي فقط أنه نظر منكم بعض التسهيلات فقط منسبة القلبة الفلسطينية لالتحاق الجامعات الجزائية للتكوين وكذلك أماني زميلي من أكادمية علوم رياضة بيقدم خدمة للطلب الفلسطينيين بيقول أنه يقدم لكم خدمة للتكوين على مستوى أكادمية علوم أكادمية علوم رياضة بالسعودية مجانا لطلب الفلسطيني وشكرا أنت مقيم في الجزائر ولا هنا مقيم في الجزائر يا سيد أنا موجود في الجزائر قبل 18 شهر وني موعد مع وزير الشعب الرياضة وأن حلتقي إن شاء الله يا رئيس الجمهورية رئيس الحكومة فنشوفكم هناك وبنحكي في اللي بدك يا سيد موضوع طلاب من هنا لحدكو أنا بالعكس أي طالب يعني مثلا في موضوع الطب الرياضي نحن حتى الآن بحاجة أنه يأخذ يأخذ لثنين ثلاثة مثلا يعلمه نحن مثلا في موضوع المحكم الغياضي برضو كمان نتمنى أن بعض الدول العربية وأعتقد الجزائر عندها وتونس عندها وأعتقد المغرب كمان عندها أنهم يأخذونا حدا يدربوهم لأننا برضو نبناشي الضل فإحنا منفتحين على أمتنا العربية وعلى إخواننا في الوطن العربية يا سيد موضوع الله موضوع الله شكرا 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 شكرا